جمعات من الموظفين أن يحبوا النظام الاشتراكي ومرة تتحدث عن رؤية راسخة. بين القناعة والرؤية الراسخة هناك منطقة فارغة الذي يعطي المشروع تحديد هوية. بناء الاجمع وبالتالي تصبح لدينا هوية بعيدا عن قناعات الموظفين أو تحب أو أن تكره. وبالتالي تقول أنا اقتصاد اشتراكي أو اقتصاد رئيس مالي. وتجعل الدولة تسير ضمن هوية اقتصادية محددة. من يعطل هذا المشروع منه حجي سيد زعيم قائد. العلة بالحكومة. العلة بالقاعدة العلة بالنظام المؤسسي أنا أريد العلة العلة في أصل المشكلة المشكلة هو أنه تغيير القناعات والقوانين يأخذ وقت. أما من جانب الحكومة. الحكومة وضعت ورقة سياسات عامة قناعات قناعات المواطنين يعني اليوم اليوم إذا اليوم إذا راح قانون يغير النظام من نظام ريعي إلى نظام السوق الحر سيلقى مقاومة من مثلا أخواننا بالبرلمان لأنه قد يصطدم مع تفضيلات المصوت فمن المهم جدا أن تقوم الحكومة بطرح الأفكار بصورة صحيحة والتثقيف لها لكي تتغير القناعات الاشتراكية ويكون هناك فهم حقيقي للفائدة المستقبلية من التغيير لأن تعرف كل تغيير وكل أصلاح كل تغيير وكل أصلاح هو يأتي على حساب شيء آني يعني اليوم أكو مكاسب آنية قد نكون قاعد قد يكون بعض الناس اللي يفضلوها يفضلون الحالة الراهنة يكتسبوها لكن لما المواطنين يعرفون الفائدة المستقبلية من الأصلاح الهيكلي أكيد راح يدعموه وهذا الخطوة الجاية هو الآن بناء الإجماع على هذا الموضوع وترجمت ورقة السياسات العامة إلى قانون اسمه قانون الأصلاح الاقتصادي وإن شاء الله بأقل من شهرين ستجدون نسخة هذا القانون قد أعلنت وتذهب إلى مجلس النواب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر